فقه الملاحم والفتن نريد أن نجدد وعي الأمة وأن لا يركن الجيل إلى أقوال من يعيشون في عالم الفلك والنجوم والأبراج واستطلاع المستقبل ويحدث تلبيس وتصاب الأجيال بانهزام نفسي أو يخرج علينا بعضهم ممن يأتي بأقوال موضوعة وروايات مكذوبة أو روايات دخيلة عن طريق أصحاب الديانات الأخرى ويستعجل الكل هلاك العالم هذا أمر إذا وضعناه في ميزان الفقه الإسلامي نقول أقوال جانبها الصواب جملة وتفصيلا وإن ظهر في الواقع ما أشاروا إليه لكننا كمسلمين عمدتنا هو كلام ربنا جل وعلا في القرآن وسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم في إطار السنة الصحيحة ولا سيما التي تتعلق بقضايا الفتن والملاحم وعندنا كتب الصحاح مليئة بهذه الأدلة الصحيحة فلماذا نركن إلى أقوال شادة ولماذا نترق باب الدخيل وأقول إن الأمة في أمس الحاجة إلى أن تجدد وعيها بفقه الملاحم والفتن وقلنا في اللقاء السابق الملاحم جمع ملحمة وهي المقتلة التي تكون بين المسلمين وبين غير المسلمين من أصحاب الديانات الأخرى أما الفتنة هي مصطلح عام لكنه يدور في فلك علاقة المسلمين ببعضهم البعض قد تتحول الأمة إلى صراعات داخلية بل قد يفتن الإنسان أنا ممكن أن أفتن بنفسي أو أفتن بمالي أو بولدي وقد يصاب المسلم بالفتنة بين أخواته فيأكل مراث أخته ويأكل حق زميله هذه فتن إنما أموالكم وأولادكم فتنة فالفتنة مصطلح أي الشدة والاختبار والامتحان الذي يدور في فلك جسد الأمة الواحد فقد يتقطع هذا الجسد إربا فهذه فتنة وإذا بكل قطعة تطلب المدد من أعداء الأمة وسأذكركم بموقف في التاريخ يتعلق بالأندلس في أواصل القرن الخامس الهجري حدث أن دولة الأندلس تقطعت وتشرزمت وأصبحوا في إطار ما يسمى بملوك الطوائف خدعهم أعداؤهم من عبادي من الصليبيين وغيرهم خدعوهم وقطعوهم وكان كل ملك من ملوك الطوائف يستعين بأعداء الأمة وكان هناك إمبراطور يسمى الفونس السادس كان يخدعهم ويأكل بعضهم بعضا وكما قالوا إنما أكلت يوم أكل الثور الأبيض ووصل الحال بملك يسمى المعتمد ابن عباد المعتمد ابن عباد علم بأن الفونس يريد أن يقاتله وإذا بالمعتمد ابن عباد يطلب المدد من يوسف ابن تشفين أمير دولة المرابطين في المغرب فإذا بألفونس السادس يقول للمتعاورين معه من ملوك الطوائف أخبروه بأن يوسف ابن تشفين إذا أتى إليك لن يبقيك على كرسية وسيجعلك يوما ما راعيا للإبل في دولته انظروا إلى عقلية المعتمد ابن عباد هذا رجل نحن في أمس الحاجة إلى أمثاله في زماننا المعتمد ابن عباد يرد عليهم ويرد على ألفونس السادس يقول لهم لأن أرعى الإبل في دولة ابن تشفين أي يوسف ابن تشفين المسلم أحب إلي من أن أرعى الخنازير في بلادكم لابد أن توزن هذه العبارة بميزان الذهب في وقت نحن في أمس الحاجة إلى من يطبب الجراح ويعالج الخلل في جسد الأمة الواحد التي تقطعت إربة ولا حول ولا قت إلا بالله كلمة تحتاج إلى تديد واعي قال له سيأتي يوسف ابن تشفين رحمه الله وسيجعلك راعيا للإبل في دولته قال لأن أرعى الإبل في دولة ابن تشفين أحب إلي من أن أرعى الخنازير في بلادكم وفعلا خرج يوسف ابن تشفين كما يقول التاريخ وهذه ليست بدعة من القول اقرأوا التاريخ كيف كان في الأمة من يعني يحاول جاهدا أن يرأب الصدع وأن يوحد الكلمة وأن يجدد العهد وأن يجعل الأمة كالجسد الواحد فإذا بيوسف ابن تشفين خرج وفي كل مكان يخرج معه أهل الإخلاص حتى وصل إلى ملوك الطوائف وإلى المعتمد ابن عباد ومعه ثلاثون ألف مجاهد وبدأت المعركة وكان النصر في البداية لألفونس السادس إلا أن هؤلاء الجنود كبروا الله وملأوا قلوبهم باليقين وأيقانوا بأن لهم ربا ناصرهم ولن يخذلهم فانتصر يوسف ابن تشفين على ألفونس ودحره وأعاده إلى بلاده ثم جلس مع ملوك الطوائف جمع كلمتهم ووحد صفهم وألف بين قلوبهم وجعل لهم راية واحدة أعاد إليهم الأندلس مرة أخرى ثم عاد إلى بلاده المغرب في دولة المرابطين رحمه الله رحمة واسعة ورضي الله عنه وعن أمثاله لذلك أقول أيها الإخوة نحن نأخذ الدرس من التاريخ والذي لا يستفيد من التاريخ فهو إنسان فقد عقله ومحال أن يعيش حاضرة أو أن يصنع مستقبله لقد كان في قصصهم عبرة أقول الفتن تكون بين المسلم أخيه الدولة الوحيدة تقاتل الجار يقتل جاره يلتقي المسلمان بسيفيهما هذه فتنة أمرنا أن نضرب على يد المعتدي الذي يريد أن يشق الصف وأن نقيم ميزان القصط بينهم كما ورد في صدر سورة الحجرات أما إذا كان الأمر يتعلق بالحرب بين المسلمين وغيرهم فهناك شأن آخر وأقول دائما كما قال أحد الحركماء إذا كانت الأمة في خطر فكل أبنائها جنود يدافعون عنها ليس من باب استئصال شأفة العدو وإنما من باب كسر شوكته وتبليغه رحمة الله له حتى يعود إلى صوابه نحن نتمنى أن يكون الناس في استقرار وأمان ورحمة وود وحتى وإن خالفون في الملة فالله تعالى يحاسب الجميع يوم اللقاء إليه مرجعكم جميعا